باسم الثالثة تقف التكهنات على نشوب حرب عالمية تؤججها ضربات الصواريخ الروسية التي يشنها بوتين على الشقيق الأصغر لموسكو الموت في أوكرانيا بيد انفصالية وأخرى شيشانية تحت إمرة موسكو عسكريا لكن قبل دخول خاركوب وبعدها محاصرة ميريبول كانت الحكاية تعنون قبضة بوتين اليسرى على مبدأ التوقيت الزمني الفاصل بين شرارة أول هجمة واجتماع مجلس الأمن القومي الروسي وباكتشاف موقع استخباري عن عملية خداع كبيرة للقادة الغربيين فإن استقلال لوغانسك ودونيتسك حدثت قبل أن تنقل الصورة حدثها المباشر تكتيك بوتين الذي وثقته ساعة يده وفضح الأمر صدق روايتها بخلعه للساعة ووضعها على يمين طاولته خلال الاجتماع الأمني فقد وقع بوتين على مرسوم اعتراف روسيا باستقلال المدينتين قبل اجتماعه الصوري وهو ما كشفه الموقع الاستخباري الذي تداولته وسائل الإعلام حين نقلته في الرابعة وخمس وعشرين دقيقة بتوقيت موسكو بينما رصدت توقيته في ساعة يد وزير الدفاع ووزير الخارجية التي أشرت حينها للحادي عشر وخمس واربعين دقيقة في الجلسة نفسها التي أشرت ساعة عمدة موسكو فيها للثانية عشر وعشر دقائق في حسابات اليد كانت مضمونة لعبة بوتين تلك التي قيل إنها لعبة صنعتها واشنطن وحلفاؤها لإقاع موسكو في فخ الحرب بينما تشكو أوكرانيا مصيبتها قائلة إنها ضريبة التقرب من أوروبا في الحالتين فإن الحرب نشبت وتغيرت ملامح كييف عاصمة التاريخ التي تنفس عليها قبل سنوات بوتين وزلينسكي على معطف جوجول تلك الرواية التي خرج منها الأدب الروسي فيما تمسك زلينسكي بوكرانية جوجول لكن موسكو وكييف اليوم خرج من المعطف إلى ساحة عنوانها القتال والموت ترجمة نانسي قنقر